عزير الدفاع الامريكي تشاك هيغلي يحذر من تبعات الازمة السورية ويؤكد ان واشنطن وموسكو تريدان استقرار سوريا على حد سواء صحيفة الواشنطن بوست تؤكد ان انتصارات الجيش العربي السوري ترجح كافة المحادثات الدولية لصالح الحكومة السورية تراجع التصريحات المسؤولين الامريكيين التي طالما اوحت بالصلابة فيما يخص الازمة في سوريا وباستثناء الرنانة منها والمحية بترك هامش للمناورة تنحو باتجاه موسكو التي تثبت مرجعيتها في العالم المترقب لانعقاد جينيف اثنان اخذ الحيطة من اي تصعيد في الخيارات العسكرية في سوريا تصريح امريكي على لسان وزير الدفاع تشاك هاكل حذر فيه من تبعات الازمة في سوريا قائلا ان واشنطن وموسكو على حد سواء تريدان استقرار سوريا وبينما كان هاكل يقول في المؤتمر الصحفي مع رئيس هيئة الاركان الامريكية مارتين ديمبسي اننا لا نريد رؤية انفسنا امام حرب اقليمية في الشرق الاوسط كانت طائرة رئيس المخابرات المركزية الامريكية جون برينان تحط في كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي وصل في زيارة مفاجئة لتحذير زعماء حرب كيان الاحتلال من مغبة الاقدام على عدوان عسكري ضد سوريا وفي وقت تقوم قواتنا المسلحة الباسلة بلي ذراع الارهاب وكسره يمتد المناخ السائد في تصريحات مسؤولي البنتاجون الى وسائل الاعلام الامريكية ايضا فهذه صحيفة الواشنطن بوست تؤكد ان تسارع وتيرة انتصارات الجيش العربي السوري ومحاصرته لمدينة القصير ترجح كفة المحادثات الدولية لصالح الحكومة السورية مناخ ترى فيه موسكو ان الرياح مؤاتية للابحار في عرض البحر الابيض المتوسط بخمس بوارج للمرة الاولى منذ عقود وانشاء وحدة عملياتية فيه لضمان الامن بينما تتراخ قبضة واشنطن عن الامساك بملفات المنطقة وتهتز الثقة في قدرتها على التحكم بموازين القوى في الشرق الاوسط بعد العدوان الاسرائيلي على سوريا والذي قلب السحر على الساحر كما اتفقت وسائل الاعلام على تسميته